بسم الله الرحمن الرحيم نحجيكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباحكم سعيد كما عودناكم ومنذ سنتين متواصلة وبدون انقطاع وبإصرار وبعزيمة قوية وبإيمان قوي بحقنا المشروع في الترقي بدون قيد أو شرط مع رد الاعتبار وجبر الدرر لجميع شيوخ الطربي والتعليم قدماء المحاربين الذين توظفوا بالسلم السابع أو بالسلم التام عموما وبالخصوص المعلمين السابقين الذين تم استثناءهم وإقساءهم من مخرجات الحوار الاجتماعي 25 أبريل 2019 وهم جميع خدماء المعلمين المتقاعدين جميع الأفواج من 2003 إلى قبل 2012 عفوان إذن كما قناها ونعيدها للمرة الألف دائما سنستمر في التعريف بالمظلومية والكشف عن جميع التجاوزات والخروقات التي شابت حلحلة ملف من يسمون أنفسهم ضحايا النظامين الذي نزل بمرصوم تراجع تفيئ تمييز بامتياز المرصوم الجبان الجائر يلجوز 19.540 الذي بدل أن يصحح بدل أن يصحح التراجعات والتغارات والتجاوزات التي جاء بها المرصوم يجوز سيفر جوج 8.540 الذي هو بمتابة نظام أساسي لموظف الوزارة الطربية الوطنية النظام الأساسي ديال 2003 الذي اعترف به الجميع القريب قبل البعيد بأنه فعلا كان مرصوما جائرا وخلف ضحايا وتدرر منه مجموعة من المعلمين الذين توضفوا بالسلم السابع وبسلم التامن ولم يجدوا فيه الإنصاف إذن بدل أن يصحح يعني بدل أن يصحح المرصوم دي جوج 19.540 المرصوم دي لمسنا لمسنا أنه جاء لي يفيئ ويجزئ المجزئ ويقوم بالإقساء مثل صابقيه وهو بإقساء المعلمين الذين كانت لهم الأسبقية والأولوية كما أكد ذلك السيد الوزير المحترم السيد الوزير السابق لوزارة الطربية الموطنية عندما تبين واعترف وأقر والاعتراف سيديد الأدلة بأن فعلا هناك فئة من المعلمين السابقين من توظف بالسلم السابع وبالسلم التام جميع الأفواج التي تقاعدت منذ 2003 إلى متم 2011 وعددهم عشر الاف وميتين متقاعد ومتقاعدة بمن فيهم المتوفون رحمهم الله هم الآخرون معنيون بالطرقية وقد تدرروا فعلا من النظامين 2035 وهم فئة مخالفة تماما للفئة دحايا النظامين وبأن هذا الملف الجديد الإضافي هو ملف من الأولويات عندما يقر السيد وزير الطربية الوطنية بأن هذا الملف من الأولويات فهذا يعني بأن يجب توفير الاعتماد المالي الكافي من أجل أي هذا الملف نهائيا وذلك بطرقية استثنائية لأن هذا حقهم الشرعي والمشروع بأن نكتفي بهذه المقدمة لكي ندخل في صلب الموضوع ندخل صلب الموضوع فنحن دائما لن نتأخر يوما لن نتأخر يوما في نشر ولو فيديو واحد من أجل التعريف بالحجم الحيف والظلم والحجرة التي مورست على شيوخ التعليم شيوخ التعليم الذين كان لهم الفضل بعض الله سبحانه وتعالى في بناء المدرسة العمومية منذ فجر الاستقلال وفي بناء المنظومة التربوية والتعليمية وفي بناء الأحزاب والنقبات وبعي التضحيات الجسام التي قدمها هؤلاء الشيوخ عندما كانوا في ريعان شبابهم وأعطوا بدون مقابل منذ الستينات والسبعينات وبداية التمانيات وفي آخر المطاف في آخر المطاف يتنكر لوم الجميع ويقومون بإقسائهم من حقهم فلولا الألطاف والأقدار لكان ملفهم أقبر بتآمر وتواطئ من الجميع القريب قبر البعيد دائما نقول أو تنعون نقرر دائما دائما كالاستمرارية دائما استمرارية لأننا آمن إيمان راسخ يقطع الشك باليقين بأن الحل لداروه في 2019 بذلك المرسوم المشؤوم في 2016 504 كانوا ينون مع صبق الإصرار والترصد التخلص نهائيا من 10200 متقاعد ومتقاعدة بدون رحمة ولا شفق لأنهم لا يفكرون لا في الوضع الاعتباري دير رجل التعليم ولا في الوضع الاعتباري دير المتقاعد معلم لإعطاء المعلمين السابقين تفكروش لهم لا في وضع الاعتباري ولا هم يحزنون لا يفكرون في الحقوق رغم أن هذ الناس اللي قسوهم 10200 لا يتسولون ولا يستجدون أهدا هذه كانت حقوق ديالهم حقوق ديالهم وتم اغتصابها كما تم اغتصاب سنوات وصارقة سنوات تعد بالعشرات من مسارهم المهاني مني كانوا تمرنطوا بهم الأرض وتأخروا الترقيات ديالهم بسنوات بسنوات وتأخروا الترسيم ديالهم بسنوات حتى أنه كان الذي تدير عشرين سنة الذي تترسم في السلم السابع وقين وقين التي تترقى من سلم إلى سلم خصو 14 سنة و16 سنة لكان من المحظوظين وكان المسار المهاني ديالهم محدود جدا خصوصا لفئات ديال قبل أن يأتي هذا المرسوم الكاريتة ديال الفين وثلاثة اقتفاق منتصر في الليل ما هيكة عن النظام الأساسي الأساسي الذي يتذكر المتاعب والمشاق والهم لتحل الذي يأتيه هذا النظام الأساسي ديال الف تسعمية ومسا وثمانين وجاءوا التعسفات التي كانت تطال رجال التعليم المعلمين البساطة لأنهم ديما كانوا تحقروا على المعلمين على المعلمين ديال الابتداء لأن كانوا فيهم واحد فئة التي تستسلم مجبرة مكره أخوك لا بطل الناس التي كانت فيهم نفس كانوا تقاوم كانوا يعني تناضلوا باستمات ووقفوا هذه الأعزاب وهذه النقابات ووقفوا بالنضال ديالهم وجميع هذه المكتسبات التي جاءت الهادوك المحظوظين ديال 2003 واللي كان الآن كانت بفضل التضحيات الجسام اللي قدمت الشيوخ للآن أغلبية ديالهم يعني تقاعدوا تقاعدوا بمعاش هزيل تقاعدوا بالسلم العاشر وما دون كل تقاعدوا بالسلم التاسع وما دون وتقاعدوا بمعاشة لا تسمنوا ولا تغني الوقت الكبروا في العمر كبروا في العمر ومرضوا أمراض مزمنة ومستعصية مكلفة أمراض مكلفة وهذا الأمراض كانت سببا ل المشاق التي تكبدها هؤلاء المعلمين أثناء ممارستهم لمهنتهم من نبيلة تنعرف المدرسة العمومية في الوقت ديالهم في السينات وفي السبعينات كانت يعني الفترة الذهبية فترة الذهبية في آخر المطاف يعني ما تيعطون تلمصاريف ديال العلاج ديالهم ديال الأدوية ديالهم من إذرنا وقفنا على حالات ديال بعض لإخوان لبعض لإخوان اللي كانوا مناضلين أشاوز من كانوا في الصغار ديالهم في الشباب ديالهم يعني هذه المعاش ديال 3000 درهم ولا 2500 درهم ما تتكفيهم حتى في شراء ديال أدوية ديالهم أحكي لبعض واحد الأخ اللي عنده 42 سنة ديال العمل خلى وليه تلتلاف درهم وقعد بالسلام التاسع وعنده أبناء عاطلين عن العمال ويالله كان در واحد الوبراصيون الابن ديال من خرج الابن ديال عاوض هو در واحد الوبراصيون سكين رأخرج الاثنين اللي فات وقال لك حتى تتصرف مع واحد صيد لاني ضيج زيدي خير قال لك في بعض الأحيان في حوال عارف الظروف ديال قال لك ما تبغيش تخلص منه تبغيش تخلص منه تلتلاف در وعنده ابناء كبار رجال كبار كبار ودر سيد رأى يعني رأى ثمانيو سبعين سنة تقريبا اللي عنده وما زال تتقاتل مش تتقاتل مع عراس وباش يعيش القمرات دياله تهي هز الهم ديال الابناء ديال وهد ما اكتر هم ما اكتر اين هو الوضع الاعتباري ديال رجل التعليم اللي هو اللي يبنى اللي هو اللي يعطى والاغلابية لهم سكنت تتلقوهم فيهم العفا ولا يرضو ولا يرضو ولا يمدد وخيموت بالجوع مثل هذه الشريحة من المجتمع ومن اللي خاصنا نقدم لهم العون ونقدم لهم المساعدة وردوا لهم الاعتبار ريالهم مني نخرج رئيس الحكومة عثماني وقال لك باننا غادي المتقاعدين تصدر تصدر هذا يعني الى العموم الى الرعي العام في قبة البرلمان وفي خطاب رسمي بان المتقاعدين غادي تقاعد مريح ديال المعلمين ورحنا جميع المعلمين اللي توضفوا بالسابع وبالثامان را رقيناهم ما بقى التشي واحد وبأنهم لا تقاعدوا بتقاعدين مريح الناس فرحوا الناس فرحوا ما بكينشي واحد اللي تنوصلوا لهذه المظلومية وتنجلسوا معاهم وتنجمعهم اي واحد تبقى فيها تقول لك هدو هما الفئة من المجتمع هدو هما الشيوخ ديالنا والمعلمين ديالنا اللي خاصهم يعيشوا في قرامة ويعيشوا فعلا مرتاحين في آخر القيام ديالهم تلقوهم يعني يمارسون التضليل تصدروا الأوهام والكدوب والزفاد وما أقسوا أكثر من عشر الاف ومئتين متقاعد ومتقاعدة إذن صدو في الراس نرى خلال انتخابات الانتخاب هذا ما رأينا عن الفلس كانت 78 وما غير عام ومتقاعدة blessed رأينا انتخاب وضرب في 50 وكانت تسرب هذا الشيء وكانت تشارك كل ما تعرفه وكانت تضر في الرأس وحدين بخدمة 42 سنة، 47 سنة، 36 سنة يتقاعد بسلة التاسعة بـ 2500 درام وما دون تقليل تشنت 30 كان اللي ماتت الزوج ديالا قولت تشد 24 ألف زاوزة الأستاذ المعلم وكانت كل تحتارمها وقدارها وكاين كانت المدرسة كان الوضع الاعتباري ديال المعلم السبعينات وستينات كان الوضع الاعتباري المعلم هو الأساس ، وضع الاعتباري متميز ماذا كانت العاطاء وكانت المدرسة العمومية متميزة عندما أزهجتهم عن الحقوق دي المؤلمين وعن الوضع الاعتباري دي وهدمتوا له أكشتوا أن المدرسة العمومية هوت إلى الصفر والمرضو دي تراجعت مبقعة لا تربية ولا تعليم كله مرتبط بالوضع الاعتباري رجل التالي وقد تجيبوا أي منهاج أحسن منهاج في العالم رأى اللي تنزلوه هو رجل التاليم يجب أن يكون استقرار ما يدي نفسي اجتماعي اعتباري لرجل التاليم وكل يحتار من رجل التاليم كما تفعل جميع المجتمعات المتحطرة والمتقدمة ما كان شيء أمة تتقدم بدون الأساتذة ديالها والمعلمين ديالها إذن من هنا نعرش كنين اللي تينادو الآن قبل ما ندخلوا في المنادث الكل يترقبوا تشكيل الحكومة المقبلة تشكيل الحكومة المقبلة كل واحد يضرب المواسير السداسي والجميع كل واحد يشاهد ميل فوق يدعون على القرص شاهد ميل فات دياله خصوص ما ضرحنا على على التعليم على رجال التعليم ونساء التعليم مولامي الفات المطلبية لتدفق ٢٣ والتمتيلية النقابية سنشرنا اللي جنتونيها في ٦١ جوان شكول يدازو شكول يكونوا في التمتيلية التولياتي اللي سيكون مثل التمتيلية لا تكون محاورة ولا تتحاور ولا تترافع للميلفات المطلبية ديال الرجال والنساء التعليم وتنتمنى وصادقين بشهر الخطرات تكون مؤتمنة فعلا عن الحقوق ويكون عنده واحد ضامير تكون عنده واحد الصحوة للضامير دياله وتقدم فعلا الميلفات دات الأولوية والأسبقية ما تكونش واحد الأنانية مفرطة ما تكونش واحد الأنانية مفرطة والفئات اللي ضامن التضامن ونضاليا في 2003 أخص تكون عندها الأسباقية تكون عندها الأسباقية لأنه فعلا كل واحدين تتظر تشكيل الحكومة الجديدة وشوفوا شكل غيكون التعليم إلى آخره يعني غيكون غيكون مكلف على رأس وزارة الطربية الوطنية وقد تكون أمامه ميلفات الحارقة وضعت على أرض لطاولة الحوار منذ 2018 رشحة للميلفات وكانت يقولوا بأن كانوا يقوموا بأن كانوا يقوموا بأن تم التوافق حولها وتنعرفوا بأن المصالح الإدارية لا تتوقفوا على الأشخاص بل دائما تكون استمرارية للمصالح هذه الدولة مصالح الإدارية دائما عندها استمرارية ولا ترتفطوا بشخص بشخص يصبح شوى حضر يصبح ولكن المصالح هذه من عندها الديمومة وعندها السيرورة وعندها استمرارية لا تتوقفوا على شخص الأشخاص إذن نعرف نعرف وكانين لما يريد كل واحد تشغير بالتو نشعلك البلد نريد ولده وصغير الفئة اللي هي تشكل القواعد دياله وتشكل المنتمين المتعاطفين إلى آخر تنزيل النظام الأساسي الجاري لأنه هو اللغة يحل بزهر الملحات لأنه بعد مالفاترة لا تتطلبوا تكلفة مادية تتحل غير بالنظام الأساسي الجديد وهذا النظام الأساسي الجديد للإشارة فهو من 2014 وهو مضوع في الوفق لأنه لا يمكن تنزيل نظام أساسي جديد وانتبقي عندك الشوائب يجب أن تنهي الملفات الفئوية العالية لكي تبني شيء جديد يجب أن تحيل الأقديم عندما تعطل سبع سنين ومعطل يجب أن يكون كل شيء من 2014 يجب أن تحيل الملفات العالية ويجب أن تنزيل نظام الأساسي الجديد وهو الآن بخصوية جلجات الوقت لأنه الملفات سترقمت بزاف ومثال الملفات ستتعالج في هذا النظام الأساسي الجديد وعلى رقصها الملف المتعاقدي لأنه خصوية تلقى لي أحد كي تبدأ في البناء وخصوية سن 2022 ويجب أن تبدأ الحكومة الجديدة وتبدأ متفرغة إلى المشاريع ويجب أن تفرغ إلى البرامج من أجل التنزيل والبرنامج التنماوي من 22 إلى 35 لهم مبرنجين أصلاً إذن خصاً يقوم بمعالجة الملفات الاجتماعية والاقتصادية على سراء الملف المطلبي في شموليته للرجال التالية وحسب القراءة نحن متواضعة تأخر الإعلان عن الحكومة رأى ربما مرتبط أنها لم تكملت المحطة الأخيرة من 5 أكتوبر من 5 أكتوبر من المجلس المستشارين الغرفة الثانية لأنها مباشرة بعد الإعلان عن النتائج من 5 أكتوبر 2021 نجد تشكيل المجلس المستشارين وحسب القراءة ربما يتم الإعلان على تشكيل الحكومية رسمياً وفي أبعاد الأحوال في أبعاد الأحوال وفي أبعاد الأحوال في أبعاد الأخميس المقبل حسب القراءة ومتواضية عادية و الأمور ستكون مزيئة يعني كنين غير ثلاثة الأحزاب لا نقول لك كيف يفججت إلى آخره هذا مهم ركينين قدامنا هذه الحكومة التي قدامنا شكل من ثلاثة مزيئة يعني عندها أرياحية في العمل وفي تنزيل الوعود والتي تنسموه من الالتزامات على أرض الواقع على أرض الواقع على أرض الواقع بأنهم راح تل المجالس الجائوية وقليمية ورقين وحتى ماهي مع الحكومة مع الأغلبية وتشكل ذلك مزيئة يعني عندهم أرياحية كي يختموا بأرياحية وبدأ نخلق الطاق خاصيل وبدأ نخلق الطاق خاصيل كي يجدير ذلك مثلا ضرورا نحن نكونوا إيجابيين شيئا إذن فالملح أول حاجة لأنهم كانوا بعض الإشارات للبعض النقابات يعني يرى 23 ملف لا يمكن أن تنزل مرة واحدة أو دفعة واحدة ستكون عبر ثانوات معالجة هذا الملفات ستكون عبر ثانوات من أفضل ومن ثم ستكون بـ سيد الوزير معلمة التي تقعده من ألف وثلاثة أفواج إلى ألف وحضاع هذه الملفات تم التوافق حولها يعني حسب ملفات أخرى ذات أولوية ولكن نعطيه مثلا مثلا أوريشيل أوريشيل رهما يمكنك تبدأ تعالج في أوريشيل الناس عندهم 11 في إعلان هذا 11 فرغم ما عرفنا ومراجع للأنقاد نحن في 2003 جعل الأنقاد نحن الناس تقاعدوا بالتاسع في أحسن الأحوال تقاعدوا بالعشر وكان لحقهم 500 دوز نحن قلنا بحايا المادة 12 إلى آخرين فلا يمكن شخص عندهم 11 وستطيع تعطيه أنت أوريشيل وانتبقي عندك وحدين ناس قالسين في الديس كان يتوظف بالعشر وكان يتوظف بالخمسة وعشرين سنة وكان يتوظف بالك Stay Cancer وباخذ مادة الأوف ثم يقالتا هكذا على الني ginger 39 e 94 مثلا وكان يتوظف المزاورين وكان يتوظف الجميع وكان يتوظف الجميع ابن العizen وال спас sağ وكانت المwanزق بدأizin Six لكي تفتح هذا الأوريشيل وكي تتعالج الملفات القديمة التي كانت عالقة لها أكثر من 17 سنة 18 سنة فالأولوية يجب أن تكون عندها واحد من المنطق تكون واحد الدراسة التي هي موضوعية منطقية تستندل إلى العقل وتستندل إلى الحق والقانون في الأسباقية في الأولويات تنظيم الأولويات ترتيب الأولويات يجب أن يكون يخضع إلى المنطق وهذا الملف الشيوخ والتعليم يجب أن توجد حل يكون شامل ومنصف للجميع ومنصف للجميع وكي يكون شامل رخصنا نستندل إلى الشروط التي توضعت أرض النقاش في 2012 لتوضف في السابع والثامن في حدود السلم العاشر يعني الذي يتقاعد بالعاشر وليس يتقاعد بش مكان لأن الأصل لأعتراب مقلوميه هو السلم التوظيف ولكن ليس السلم التي تقاعد به وللتاريخ الذي تقاعد به والشرط الثاني رأى كائن الإحصاء الذي يتوضف في السابع هو بالثامن من 1972 إلى 1986 كائن اللوائح وكان يتخلصون هذه الساعة تحيّد المتقاعدين والمتوفر رحمهم إذن هذه اللوائح الإحصاء التي كانت من 72 إلى 86 يقومون بتحيينهم بتحيين هذه اللوائح إحكام لديها لديك الناس لذلك كانوا محصيين ورهما سوف يخرجوا في شكون المعني بالأمر ولن يستثنوا أحد لا يستثنوا أحد لا اعتمدوا الإحصاء لا يستثنوا إلى 2012 وإعتمدوا السنة لحالة على التقاعد ووقفوا تحيين حيّنوا غير من 2012 إلى 2015 وحيّنوا من 2016 وما بعد إذن التحيين لكي يكون حل جدري وشامل ومنصف خاصة للإحصاء جميع الناس الذين يتوضّفوا يتوضّفوا بالسابع أو بالثامن وتم الإحصاء من 1972 إلى عاية 1986 يتم تحيين الوضعيات إدارية لتحيّن رهبين والذين لا تحيّن شراء غديبين ويقلسوا في الأرض ويشوفوا حل لحيّد هذا الميلف سواء هذو 150 اللي باقين لما يكملوا الشرط نظام عشرة سنين سواء الناس الذين يتضروا من إصلاح البنكيراني لجد 2017 وعشر آلاف ومئاتين اللي كانوا نقصوا هكام لكي يكونوا حل شامل وهما قالوا لطي وكي يطوق هال الميلف ويردوا الوضع الاعتباري من الرجل التعليم يعني هذا حقه لكن يا أميين أميين تشد لك زبالة لفلوس داخل البرلمان تمشي يقلس لك واحد نراه وقالها واحد البرلمان يعمل مئة كعيد غير رغمضك تصريحات الخاطئة نعرف بعض القنوات موجهة 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 هي موجهة وتقوم موجهة بتوجيه رأي الله تمشي يقلس لك في البرلمان ربعة سنين وخمسة سنين وتقاعد بزبالة لفلوس وواحدين داروا الإصلاح المقياسي صندوق التقاعد وقال لك سيدي معطاهم التشميتياز وعلى الأقل هذا حقهم بدأوا إصلاح مقياسي خصص كل شيء دوز وكل شيء حقهم تردون الموضع أكباري ديالهم وردتوا ما قلتوا ستقاعدوا بتقاعد موريا لن يسيئا ثلاثين آلث شهار تقاعدوا دموريا ترى أن نخير تقاعدوا بتقاعدوا تلالف عشر يلا تقاعد ب 5500 دار عام العرب 42 عام ووحر واحدة تبشر ثلاثة سنين ولا أربعة سنين تقاعد ب ثلاثة المنوين سبعمائة لا تقاعدوا لا تقاعدوا غير الفلوس التي تضربوا خلال الولايات ما هي تقاعدوا هذا السلام؟ معلم لبناء والذي تقاعدوا والذي تقاعدوا من المجتمع تقاعدوا بالنعناق والذي تقاعدوا هذا السلام والذي تقاعدوا البرلمان إذن نتمنى من الحكومة المقبلة وعلى رأسها سيد أخ النوش المختار لتلتفت إلى المعلمين هو وراء ابن مدرسة العمومية وقرى مع ولا الدراوش ولا الفقارة وقروا المعلمين لكانوا فعلا مخلصين ومتفانين في العمل فنهيب به أن يلتفت إلى شيوخ طربية والتعليم قدم المعلمين لتوضفوا بالسابع وبالتالي وتقاعدوا ابتداء من 2013 جميع الأفواج إلى تم 2011 لأنهم عددهم 10200 متقاعدة لأنه فعلا تم إقساؤهم وأيضا كل من توضفوا بالسابع وبالتالي خاصوا ينصف ويترقوا ويطوائد الملف سواء الناس أيضا لمستوفوا الشرط النظامي سواء يديروا حل لهذه الناس لوخها ترقاوا للأنز رغم يعني تضرروا فعلا فنحن موحد الكلمة موحد الصف من أجل مواجهة أي تجاوز كان مستقبلا لأن كل واحد سيضروا ما صوت عليك ونحن سوف نقف أن ند بالند حتى نرجع حقوق ديانا كاملة مكتملة ونكون وحدة موحدة كلمة رجل واحد كما كنا في الستينات وفي السبعينات داخل الأحزاب العتيدة والنقابات العتيدة وتحية النضالية للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات في هذا البلد الآمن الأمين من طنجا إلى القويرة الله يدر لفعل خير